بعدما أكد وزير الفلاح في العديد من خرجاته الميدانية بولاية الوطن عن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب بداية من 2020 ها هو المدير العام للدوان الوطني المهن للحبوب محمد بالعبيدي ينفي ما روج له ويؤكد أن الوقت لم يحم بعد للحديث عن الاكتفاء الذاتي وبحسب الأرقام الرسمية لجهاز الجمارك فإن فطورة استيراد الحبوب القمح الصلب والليل تراجعت بشكل طفيف إلى 2.77 مليار دولار في 2017 مقابل 2.81 مليار دولار في 2016 مساحة المسقية تزيد نجي من تكلم على هذا الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب احنا عندنا مشاكل مناخية المدير العام للدوان المهن للحبوب أكد أن 5 دول فقط على مستوى العالم من تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب ومع هذا يقول بالعبيدي الجزائر تعمل على تقليص من حجم الاستراد مع الاكتفاء الذاتي الاكتفاء الذاتي في مادة الحبوب على مستوى العالمي توجد في 5 أو 4 بلدان تضارب في التصريحات تكشف مرة أخرى أن قطع الفلاحة في الجزائر يمر بمرحلة مخاض عسيرة فهل محاولة تقليص فطورة الاسترادة هدف يمكن بلغه في الوقت الراهن أم أن الأمر لا يتعد ذلك؟ ترجمة نانسي قنقر